إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإنها وصية الله سبحانه وتعالى للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله أما بعد فوصينا ومعرفتكم ومعرفتكم مع تقوى الله عز وجل ومعرفتكم مع تقوى الله سبحانه وتعالى للأولين والذين الذين أخذوا بعد كما الله تعالى في القرآن فعلا الله تعالى لكم ومعرفتكم مع تقوى الله سبحانه وتعالى بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو أفضل خلق عليه الصلاة والسلام أفضل الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام واختارنا بأن نكون أتباعا له عليه الصلاة والسلام وجعلنا الله سبحانه وتعالى أفضل الأمم الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى And then Allah سبحانه و تعالى, He chose us to be His Ummah His People And He made us the best and the most virtuous of nations فَهَلْنَا اسْتَحِقْ هَذَا الْفَضْلَ وَهَذَا الْخَيْرٍ بِلَا عَمَلٍ And therefore are we deserving of this virtue and are we deserving of this goodness without doing actions لا والله قال الله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس بماذا قال تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله لا بي الله نحن نحن نعطي من هذه عينة و هذه أغنية كما تصمد بردات أخرجت و الله سبحانه تضمط في القرآن أنك كنت تكون أكثر من نجات لماذا؟ لأنك كنت تنحن بردات أغنية و أنك تحبون أغنية و أنك تكون أيماناً في الله يوم القيام بعد أن يلجم الناس العرب الجام تَدْنُ الشَّمْس مِنَ الْخَلَائِرِ وَيَحْتَاجَ النَّاسِ الْأَشُرْبِ الْمَاءِ يَكُونَ حَوْضُ النَّبِي صلى الله عليه وسلم يُسْخَى مِنْ هَذَا الْحَوْضِ مَنْ إِسْتَنَّ بِسُنَّةِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم سنة س before him and on the day of resurrection when people will be drowning in their sweat and the sun will be brought close and every person will be in need of water and the Prophet shallallahu alaihi wasalam you'll be grant his hawd his pond and the only people who'll be allowed to drink from the hawd of the Prophet shallallahu alaihi wasalam لكن هناك ملائكة حراس لهذا الحرب يبعدون بعض الناس عن الحرب فمن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمتي أمتي يقال له إنك لا تدري ما أحدث بعدك يعني هؤلاء خالفوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم ابتدعوا بدينه عليه الصلاة والسلام فيقول عليه الصلاة والسلام شحقا شحقا However, around the hold of the Prophet صلى الله عليه وسلم there will be angels who will guard the hold and they will prevent some people from drinking from the hold and the Prophet صلى الله عليه وسلم from his mercy he will say, my people, my people and they will reply that you do not know what these people did after you meaning they changed and they innovated and they did not follow your sunnah they did not follow your guidance and then the Prophet صلى الله عليه وسلم he will say say شحقا 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 meaning be far away be far away قال عليه الصلاة والسلام تعس عبد الدنار عبد الدرهم تعس يعني خاض وخسر دعا عليه الصلاة والسلام من يكون في هذه الدنيا كالعابد للدرهم والدنار معلومة والسلام and the Prophet صلى الله عليه وسلم he said wretched is the one who worships the gold and wretched is the one who worships silver gold coins and silver coins meaning the Prophet صلى الله عليه وسلم he made a supplication against those people who are almost enslaved to gold and silver that they shall they should be perished and wretched وهذا نراه بأعيننا ترى لا يتغيب أحد عن العمل في الأعمال الدنيوية ونرى يتأخر ويتخلف كثير من الناس عن الصلوات التي فيها كل الخير لنا بل قال عليه الصلاة والسلام وجعله قرة عيني في الصلاة إذا كنت هنا لا تحافظ على الصلوات المفروضة الخمس مع الجماعة وتحافظ على الحضور مبكرة إلى العمل فأنت على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في تعاس وشقا And this is what we see with our own eyes So you see a person and he's never late for work He's always early for work But when it comes to the salah And when it comes to praying salah in congregation That he does not bother And yet the Prophet صلى الله عليه وسلم He said regarding the salah That the delight and the coolness of my eyes Has been placed in the salah So if you're from that person If you're from those people Who are early to their work And they never miss work And yet they don't bother with salah In the masjid Then you have a share and a portion Of the dua of the Prophet صلى الله عليه وسلم That you should be wretched and at loss And therefore you should make the dua Oh my Lord Make us From those who establish the prayer Oh our Lord Accept our dua And this is what I say And Allah knows best Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillah Al-Humdulillah Al-Ladhi ar-Sala Rasulahu Bilhuda wa deenil haqq Li uzhirahu ala deenu kulli Wa kafa billahi shaheeda Wa ashahdu an la ilaha Inna Allah Wachtahu ala shariqa lah Iqraran bihi watawheeda Wah-חedod and Muhammad Aqibu ala the Sil late Salo Allah A'lihi wa lala Alihi wa sahbihi Wasallam Teslima Masjidah Ama Ba'd Iqrad Allah And The Prophet A'lihi Salaam A'lihi Uzi To A'li Wa'lim Yuhza A'li تحمل عليه الصلاة والسلام الأذية والمشاء والصعوبات وما لاقا من الكفار وغيرهم حتى يصل إلينا هذا الدين �데 Rather يا عباد الله questo Prophet SAW كان ressarge ar湖 prinений الله و viver و EPA قاله إنه أنفسك ايضاك وré Benvenut وسلم 안เปkerja يعني أن الدينbs يبدو عضو مياه وفكام وفكار حتى ي consultants أنтаки سوف يкрHi ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي بالصلاة يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم يوصي بالصلاة عليه الصلاة والسلام وما تخلف عن صلاة عليه الصلاة والسلام واحدة عن الجماعة ومن السبعة الذين يضلهم الله سبحانه وتعالى في رضاهم ومن السبعة الذين يضلهم الله سبحانه وتعالى في رضاهم في الصلاة الصلاة يوم القيامة رجل قلبه معلوم بالمساجر . and from those seven groups of people who will be shaded on youm القيامة on a day in which there is no shade one of those seven groups of people is a person who's heart is attached connected to the massage . الواجب علينا اهل الاسلام ان نجتمع على الصلوات المفرود الخمس and therefore the obligation upon us all people of islam that we should unite and come together and be congregated when praying the five obligatory